ظهر الثعلب يوما في ثياب الواعظين انشدة كان يرددها ابناء الخليج في مدارسهم صغارا فحفظوها ووعوها دون ان يعرف القادمون من وراء حدود الجزيرة العربية وضفاف الخليج ذلك مارس القادمون ذلك عبر قناة الجزيرة لسنوات وسنوات يدعمهم في ذلك المال القطري مفتوح الميزانية الجزيرة التي ظلت لأعوام مديدة وهي تماث البلطج الإعلامية كذبا وخداعا وتظليلا تظهر اليوم مهترئة ومزدوجة يتبين عوارها لكل المتابعين في حفلة تعر صاخبة أمام رؤوس الأشهاد القناة التي كانت دائما منبرا للإرهاب والإرهابيين منذ تسعينيات بلاد وخطاباته التي وجدت فيها مكبرا لصوته وصورته وصولا إلى شبه الاحتفاء بتفجيرات السعودية في مطلع الألفية وخروجها كمنصة تعرض مطالب قادتهم وجناحهم السياسي تحت غطاء التحليل هذه الاتهامات التي نسمعها بأن من يقوم بهذه الأعمال هم من أنصار القاعدة ما تعليقك عليها وليس انتهاءا بتبنيها الكامل لكل أخبار وبيانات وكالة أعماق التابعة لداعش والذين تسميهم الجزيرة وحدها دون بقية وسائل الإعلام الدولة الإسلامية أما مع ما يسمى الربيع العربي زورا وبهتانا فكانت الجزيرة هي أشبه ما تكون بشركة حملات الانتخابات ما بين الإرهابيين في بلدان ربيع الدمار وخصوصا ليبيا وسوريا ولا ينسى أي مراقب كيف كانت في الوقت الذي تجتمع فيه القوى السورية المعتدلة على طاولة الحوار في جينيف والرياض وغيرها كانت الجزيرة في نفس الوقت تبث سلسلة لقاءات مع قادة الموت والدمار وعلى رأسهم جولاني النصرة الجزيرة الآن ترقص رقصة الموت فتارة إلى اليمين نحو التهدئة والخوف من المجهول وتارة نحو الهجوم والتلفيق المعتاد منها طوال تاريخها أما القاسم المشترك في كل ذلك فهو الكذب والكذب حتى لا تعود تصدق نفسها ليظهر صوت يعرفه أبناء الخليج جيدا إذ يقول واهم من ظن يوما أن للثعل بدين ترجمة نانسي قنقر